تخطوا بحركتهم اليوبيل الذهبي وفي الذكرى الخمسين رفعوا علم الدولة ورفرفت رايات حركة فتح ثم انطلق موكب اقليم رامالا والبير بعشرات المركبات بدا وكأنه موكب فتحوي يجوب مدن ومخيمات وقرى المحافظة مخترقا الشوارع الالتفافية والطرق الاستيطانية وبشكل مباغت كانت النية المبيتة وصول المشاركين الى عين الماء او ما تعرف بعين القوس في قرية النبي صالح شمال مدينة رامالا والتي سيطر عليها الاحتلال قبل خمس سنوات واخضاعها تحت حكم المستوطنين لم نستطع التصوير هنا فجنود الاحتلال اعتدوا على كافة الاطقم الصحفية سواء بالاعتقال والشكل او استهدافهم بالحماية والغازية ما دفعنا للتراجع من الوضع الطبيعي ان الشعب الفلسطيني وحركة فتح دائما كانت ولا زالت وستبقى في طريعة العمل النضالي والعمل الكفاحي للشعب الفلسطيني الى ان نصل الى حرية الشعب الفلسطيني تلك المشاهد من القمع والعدوان لم تثني الشبان عن المواصلة في الدفاع عن اراضيهم وممتلكاتهم الخاصة فعلى مدخل القرية اندلعت مواجهة غاضبة مع قوات الاحتلال استطاع خلالها الشبان مهاجمة عدد من الاليات العسكرية والقاء الحجارة عليها من مسافة بضع امطار فقط دون خوف او تراجع فيما لم يستطع الجنود من الخروج من داخل مركباتهم العسكرية لاطلاق اعيرة اسلحتهم وتفريق الشبان هنا المشهد والتساؤل كيف يختبئ سارق الارض وتتعطل مكيدته ويتقدم الحق وتطلق قواه استطعنا ان نصل الى المنطقة التي حددناها منذ البداية وهي العين التي يسيطر عليها المستوطين عنوة ولكن بطبيعة الحال سرعان ما واجه الجيش الاحتلال هذه المسيرة بالقمع كعادته لانه جيش متعتش للدماء ومتعتش للعنف ومتعتش للارهاب نصف ساعة والشبان يسيطرون على هذه المشاهد بكل عنفوانية فكثافة الحجارة واغلاق الطرق منعا لاقتحام الجنود دفع قوات الاحتلال الى دفع مزيد من جنودها وآلياتها العسكرية لسنا في العام خمسة وستين بل هو تجديد العهد والمبايعة والقسم وشرارة انطلاقة على محتل لتحرقهم وعلى مستوطن على ارض ما زال يعتدي من قرية النبي صالح شمال مدينة رام الله علي ضرعلي تلفزيون فلسطين